سخان الكهرباء المية السخنة بتنزل ضعيفة ايه المشكلة وازاي تقدر تحلها بنفسك تبقى حاجة بسيطة جدا هي موسير المية موسير المية بتلاقي معنا هنا مصورة بتدخل المية البردة ومصورة تانية بتدخل المية بتنزل المية السخنة السخان ده بيكون مقفول مفهوش اي نفس او اي حاجة ما بيقدرش ينزل المية السخنة غير لما المية البردة يدخله يعني اي مية بتنزل سخنة لازم مكانها يدخل مية بردة يعني جزء ده لو مقفول مش هتنزل مية سخنة والجزء ده لو مقفول برضو يبقى برضو مش هتنزل مية سخنة هنجيب السخان كده ونبدأ نفك اللي اي ده طبعا بيحتاج مفتاح بنفصل المية وبنفصل الكهربة ونبدأ نفكه وينظف المية ونخلي بالنا عشان ينظف المية اللي فيها هينزل المية اللي فيه نخلي بالنا اه كويس جدا علشان المية هتبدأ تنزل لو نزلنا الاتنين هنبص في الموسير طبعا اه رواسب كتير ممكن توصل للسدد سدد بالكامل المصورة ديت او المصورة ديت سدد ممكن يوصل السدد بالكامل طيب لما تتسد المية خلاص بتضعف لازم وهو راكب كده من غير ما نفكه نجيب اي حاجة وننظف الرواسب لحد ما يرجع كويس بعد ما ننظف الرواسب معانا فيه شيك بلف هنا هوت ده اللي بيدخل ده بيكون محدود على المية البردة بيدخل مية وبيمنع خروج المية علشان اه لما نيجي نشغل مية بردة ما تنزلش معانا تدخل مية للسخان بس ده ممكن برضو يكون مزدود بنجربه زي ما احنا شايفين مزدود خالص هيدخل مية ازاي ما بيدخلش مية معانا فده ممكن يكون مزدود بنبدأ ننفق فيه هو لو نفخنا فيه من هنا مش هينزل هوا ومش هيخرج هوا ولا اي حاجة لكن لما ندخل من هنا مكان دخول المية هيدخل معانا هوا ممكن يكون مزدود فهيحتاج برضو يتنظف وغالبا محتاج تغييد لان بيكون فيه سلسة وحاجات بازت مع الوقت فنغيره ثالث حاجة معانا اللاي او المصورة دي المصورة ديت برضو مع الوقت بتتقفل خالص كل دي رواصب وطبعا ده بنضيف شوية احنا فيه سخنات بنشوفها بتكون مقفولة خالص الافضل تجيب مين يصلحه او تجيب مين يعمله كده لاما تعمله بنفسك لو انت متقدرش يعني لو معندكش فكرة بالموضوع ومش فني او مش مبتدق في المجال فبتجيب سباك الافضل من انك تجيب فن سيانة اجهزة انك بتجيب سباك لان السباك بيبقى عنده دراية اكتر بالموصير والحاجات ديت وممكن يكون المصورة كمان اللي راكب فيها الجزء دوت او المحبس فيها رواصب طبعا الحاجات ديت بتشتغل فترة وفترة لأ فالرواصب بتتجمع فيها بتبقى بالشكل ده بتقفل اللاي خالص اللاي بيتغير لو المية ضعيفة عندك ما بينزلش مية سخنة بتغير اللاي بتاع السخن والبارد كمان السخن بيتأثر وبيحصل فيه مشكلة والجزء السخان من الداخل مليان رواصب يعني لما نيجي نفتحه بنلاقيه مليان رواصب لما يجي نزل من السخن كمان بيفل السخن فلو المشكلة ديت عندك اللي انت بتعمله بتنظف الموسير كويس وبتغير الشيك بلف وبتغير اللايات طبعا اسعارهم مش غالية قوي حاجات بسيطة لكن هتخليلك المية ترجع تاني كويسة وراعتبا وراعنا 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 اشتركوا في القناة